ليه بقى هذه المزاعم؟ إذا كانت هذه المزاعم لا تنطلع على الشعب الإسرائيل ولا تنطلع أيضا على الدول التي هي حليفة لإسرائيل في الخارج قالت قبل كده أن المستشفى الميداني فيه أنفاق وتنطلق منه معجماته ولم تكتاشف أي نفاق بجمع الشفاء اقتحامته برضو بحجة وجود الأنفاق وهذا الآن تتحدث عن هذا المحور بأنه فيه أنفاق ومصر أعلنت في العملية الشاملة سينة 2018 بأنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت موجودة شوف يعني خلينا نفرق بين حكتين يعني المزاعم الإسرائيلية فيه جزء من المجتمع الإسرائيلي خاصة المتطرف هو مؤمن بهذه المزاعم والذي يسعى إلى تحقيق النبوء التوراطية دولة الدولة الكبيرة من المنيل إلى الفرط لكن أصبح هناك تغير فيه كبير داخل المجتمع الإسرائيلي يعني بتشوف الاهتجاجات المستمرة لعائلات الأسر استطلاعات الرأي كشفت عن تراجع شعبيت نتانياهو إلى 27% بعد التصرحات أو بعض الاستطلاعات بتطرح جانس رئيسا للحكومة بدلا من نتانياهو يقير لبيد زعيم المعارضة وجه انتقادات حد لنتانياهو ودعا إلى ضرورة رحيله وتشكيل حكومة جديدة تحابي الشعب الإسرائيلي ولا تحابي نفسها هناك تغير فيه المزاج العام الإسرائيلي على المستوى الخارجي أتصار أن هناك نوع من التغير الليفت صحيح أن على مستوى الإدارة الأمريكية وبريطانيا يبدو هما الدولتين الدعمتين بشكل مطلق لإسرائيل لكن على المستوى الشعبي وعلى المستوى المجتمعي هناك تحول لافت يعني لندن شهدت أكبر التظاهرات الدعمة للفلسطينيين هناك تحول في استطلاعات الرأي هناك 500 موظف يعني بحزم ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز بتطالب الرئيس بايدن بدرود التدخل الفوري لوقف الحرب في نوفمبر الماضي تم كشف النقاب عن وثيقة موقعة من 100 موظف في الخارجية الأمريكية وفي هيئة المعونة الأمريكية تتهم بايدن بتصدير معلومات مضللة عن الأحداث في غزة رئيس الوزراء الأسباني أعلن رفضه الانضمام لتحالف الإزدهار الخاص بتأمين الملاحة البحرية وعشية زياراته لمعبر رفح ولقاءه بالرئيس المصري تحدث عن إمكانية اعتراف أسبانيا بدولة فلسطينية نحن أمام تغير كبير لكن إصرار إسرائيل على المضي قدما في هذه المزاعة أنا بتقديري بيرتبط بمجموعة من الدوافع أول هذه الدوافع هو التخطية على حالة الفشل في تحقيق نصر حقيقي من الحرب التي دخلت يومها الثمانين الأمر الثاني أو الدفع الثاني مرتبط بمحاولة نتانياهو الهروب إلى الأمام من الانتقادات التي يواجهها طوال الوقت داخل المجتمع الإسرائيلي وأتصار أن نتانياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب للهروب مما ينتظر أمام القضاء الإسرائيلي نتانياهو مطلوب قضائيا بتهم جرائم فساد وغيره وبالتالي هو يعني ربما يحاول إطالة أمد هذه الحرب لمحاولة الهروب من محاكمته القضائية الأمر الثالث أن الجيش الإسرائيلي طوال الوقت يسعى إلى تبييض صرطه أو استعادة أو تحقيق نص حتى لو مزيف يستعيد أن يستطيع من خلاله استرجاع صرطه النمطية التي كانت لدى في الوعي الجمع الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقرر وبالتالي الحرص على تحقيق هذه الأهداف الذاتية الشخصية هي ما تدفع الإعلام الموالي للحكومة والإعلام الإسرائيلي طوال الوقت إلى تصدير صور مزافية كان أخرها مثلا ما أسير عن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس كل الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن الضيف تعرض لشلل ولكن مؤخرا تم بعض الفيديوهات التي كشفت أن محمد الضيف حي يرزق ويسير بأرحية داخل القطاع والحقيقة أن مثل هذه الأخبار ومثل هذه الصور أصرت بشكل كبير في العلاقة ما بين المجتمع الإسرائيلي ونغبته السياسية وسهمت في تكريس الإنقسام في الداخل الإسرائيلي أنصار أن نتنياه ورفاقه يعلمون أن ساعة المحاسبة قادمة وما يحدث هو نوع من المزيدة ومحاولة كل طرف إظهار أنه البطل في الدفاع عن إسرائيل لكن القيادة الإسرائيلية تعلم أن ساعة المحاسبة القادمة لا محالة وتحاول أن تهرب مزيد من الخطوات إلى الأمان